اشتركوا في القناة نقول لهم مرحبا بكم وبيكم ما راني نطلع بكم ولا شي نتمنى مشاهدة الفيديو ونبدأ على بركة الله نجيب هنا كوب من الحليب الدافئ زائد ملعقة من الخميرة نخلط مع المكونات مع بعضها البعض زائد ثلاثة ملاعق من السكر نخلط المكونات حتى تتفاعل هنا يا راني جبت بالتقريب شوية من الفارينة حوالي 250 شوية من الفارينة نخلط الفارينة نغرب الفارينة حتى لا تحصل على الكوريات الصغيرة مش هكا ما تعطنيش نغرب الكامل الفارينة هناك كما راكم تشوفوا في الفيديو بعد ما كملت الفارينة نخلط لجميع المكونات مع بعضها البعض ملعقة نضيف شوية ملح نخلط هنا المكونات مع بعضها كما راكم تشوفوا في الفيديو حبيبي هنا بعد ما خلطت بالملعقة نكمل لنا نضع الملعقة جانبا ونخلط بيدي كما راكم تشوفوا هناك يراه بيدي أحسن نلم العجينة كامل هنا العجينة مازالت متماسكة شوية بيدي بعد ما كملت العجينة نخلي العجينة نغطي العجينة بالنيلو البلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي 20 دقيقة نزيد نغطي بسرفيتها مبلولة شوية بعد ما تخمرت معايا هنا العجينة شوفوا راو تضاعب حجمها شوية نتركتها قليل بركة شوفوا هني راي العجينة تماسكت معايا شوي نحط الفارينة ونبدأ ندلك في العجينة كما راكم تشوفوا في الفيديو هراني نسرع على جال مدة الفيديو ما تبقاش طويلة هني راني ندلك في العجينة كما راكم تشوفوا نضع ملعقة صغيرة من الزبدة داخل العجينة ونقوم بتدليك العجينة مرة أخرى حتى تصبح لينة شوفوا العجينة كيفاش ولت معايا ندلك جيدا العجينة بعد ذلك العجينة جيدا نقوم بتدوير العجينة كما ترون في الشكل الآتي نقسم العجينة إلى نسفين بالمقص ثم نقسم الجزء الأول إلى ثلاثة أو أربعة كويرات أنا قسمتها لثلاثة كويرات نحاول نقسم القسم الثاني إلى ثلاثة أيضا حتى نتحصل على ثلاثة أو سبع كوريات ندور العجينة كما راكم تشوفوا راح ندور العجينة هنا حطيت الطابلة التاعي هنا بش ندور العجينة نكورها ونخليها ترتاح حتى هي حوالي عشر أو خمسة عشر دقيقة نحاول نلف العجينة كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو ندور كامل العجينة بدوائر منتظمة ومتساوية نكمل إلى آخر الفيديو ورح ندير العجينة كاملة هنا حطيت العجينة ترتاح كما قلت لكم حوالي خمسة عشر دقيقة نحاول هنا بعد ما تخمرت شوية العجينة معايا نحاول نطرح كوريات كما تشوفوا في الفيديو الآتي ونضع فيها حبة من الشوكولاتة في الوسط ونحاول نغلق من الوسط عفوا الحبة هاي لكم كعبة أخرى راح نديرها معاكم نحاول نضغط عليها كما تشوفوا هاي لكم كملت كامل الكوريات مش رح ندير الفيديو كامل هاي حميت المقلة معايا كما راكم تشوفوا وحطت فيها كمية من الزيت نحاول لكيغل الزيت راني نحط الكعبات كما راكم تشوفوا راهي حطيتها ارتاحة الكعبات قبل ما نحطها في المقلة حوالي عشر دقيق مش التقبار الحبة هني حطيت كاميرا كما راكم تشوفوا في المقلة شوفوا مت حاولوا تديروا على نارة قليلة مش قوية مش ما تتحرقش معاكم هني كيشوفوا راهي طابت معايا الحبات متاديش الوقت راحنا بعد ما طابت حطيتها في واحدة الكسكس تستقطر شوية وفي سير فيتو وضعت عليها السكر غمستها في السكر وراح تشوفوا معايا كالتالي نتمنى الفيديو يعجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم هكا بش تشجعوني وعلى خير إلى فيديو آخر